السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من جديد وحلقة جديدة في اسكان وعقارات على قناة يوميات عائلة حسن. عاملين ايه? اخباركم ايه? يا ربكم بخير ان شاء الله. معلش يا جماعة قد ايه غايب عن القناة بقالي فترة. للزروب بس غزبا عني. بس النهاردة جدت لكم موضوع جديد جدا. بس قبل ما نتكلم عازين نعمل اشتراك في القناة تحت الفيديو هندوس كمية اشتراك. وهنفعل الجرس الكل علشان يوصير لك كل جديد. اهلا بكم مرة اخرى على قناة يوميات عائلة حسن. النهاردة هنتكلم عن مضوع مهم جدا وهو بيان مهم جدا من اه التمويل العقاري. اه النهاردة دكتورة مية عبد الحميد رئيسي التنفيذي لسندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. اعلنت عن عدة قائرات اليوم بشأن الاسكان الاجتماعي. يا ريت نفضل لحد اخر الفيديو وانتبعه علشان اه نستفيد من اللي هيتقال. تاني حاجة علشان نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا. اه النهاردة دكتورة مية عبد الحميد اعلنت ان اه بعض البيانات المهمة جدا لشوء الاسكان الاجتماعي. اول حاجة اعلنت ان اي حد هيأجر شئيته يا جماعة. طبعا هيعقب بالحبس والغرامة. اه. تاني حاجة برضو اكدت برضو ان في قنوات كتير اه طبعا بتروج لبعض اه بيع شوء الاسكان الاجتماعي. هي قالت في البيان النهاردة ان تم رز جميع هذه القنوات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. طبعا بالاسامي وكل دوت. اه طبعا هيتتخذ ضدهم الاجراءات القانونية. طبعا هيعقبوا طبعا عقاب شديد. عشان بيروجوا لبعض اه هزي الشوء. وطبعا بيتحقوا على ناس كتير جدا يقول لك لو انحقك تبيع الشقة. ممكن مش عارف تعمل ايه. لأ اه ما تعملش مسلا شهر عقاري. اه انك تبع عقد بينه وبينك. قولي ده يا جماعة مخالف جدا. تاني حاجة اه وزارة الاسكان يعني قالت ان اي حد هيبيع شاقته قبل سبع سنين. طبعا هيعقب بالحبس والغرامة. طبعا للاتنين. وهيتم سحب الشقة. فاي حاجة زي كده جماعة ما حدش يمشي وراء السمسرة. ان كل ده بيضللوك. وتاني حاجة اعتقوا على تحت قرية القانون. يا اول حاجة جماعة لازم نعمل ايه? نشوف ونسأل في التمويل العقاري. هل متحمل قناة اقدر بيش هيئتي? هل مش عارف اه اقدر اعمل كزا? اه يعني التوجه الى وزارة الاسكان او اه التمويل العقاري. والناس كلها طبعا اه موجودة اربعة وعشرين ساعة بيردوا على الناس. طبعا هم احنا قلنا قبل كده ان هم متواجدين من اه الساعة. تسعة صباحا لحد تسعة مساءا. معادة الجمعة والسبت. والناس بترد على اي حد. فياريت يا جماعة اي حد ما اسمعش اي كلام سمسار. او اي حد عايز اقوله تعبيع شائدك وتاخد مش عارف كام ومش كام. قول ده غلط. انت مش محتاج الشقة حاليا. خلاص? ما قدش قدمت عليها. تمام? تاني حاجة اللي هيقدم يا جماعة في الاعلان الاربعتاشر دوت. مش محتاج الشقة ما تجيبهاش دلوقتي. طبعا مش محتاجها. مش قول مسلا اجيبها وبيعها. قول ده مش هينبع. ده اي حد بياخد شقة برقم قومي من زي زمان. اي حد كان ياخد شقة ويبيعه والسماسر التاجر. لازم يا جماعة الدولة اولا دفع لك فلوس قد انت دفعه اكتر منك. يعني دفع لك مرتين زي ما تدافع. لو الشقة تمنها ميت الف جنيه الدولة دفع لك تلتمية اه متين الف جنيه اصادهم. ده بتدعمك في المرافق. بتدعمك في الارض. بتدعمك في كل حاجة. في المواسطات. اه فياريت يا جماعة نحفز على الحاجة زي كده. ان الدولة فعلا بتدفع فلوس كتير جدا. عشان توفى لك سكن مهم جدا. وتوفى لك حياة كريمة. وتوفى لك عيشة وبيئة كويسة جدا. وشوارع يعني حاجة مية مية وحاجة بصراحة تحسب للدولة في زل الظروف والاقتصاد في جميع الدول. اولا يعني انا شاف ان مشروعات الاسكال الاجتماعي بصراحة الدولة نجحة فيها في جميع المحافظات مصر. تاني حاجة يعني بتديك الشقة يعني ما فيش حد يعني بتبقى خمساشر الف جنيه وبتاخد شقة اه سوبر لوكس اه تشيبات عشرة عشرة. اه فياريت يا جماعة ما نسمعش اي كلمات اه او اي قنوات اخرى اللي تقعد تروج لهذه الاشعاعات واي قنوات يا جماعة هتقعد تقول كلام غير صحيح غير وزارة الاسكان هتعاقب طبعا عقاب شديد جدا. النهاردة تطورة مية اكيدت عالكلام دوت. تاني حاجة قالت ان اي بيع اي حاجة من خلال اه التمويل العقاري او بعد سبع سنين من استلام الشقة. مش من التقديم انت رعاست بيع شققتك يبقى من بعد ايه الاستلام سبع سنين. تاني حاجة عشان تبعد عن كل شبهات ديات اتصيب التمويل العقاري. انا هسيب له. هسيب لكم الرابط بتاع. بحيس تسأله عايز ابيع شققتي ما عايز ابيع شققتي. اتنازل لحد تاني. هم هيساعدوك. لكن الناس اللي هتقدم جديد مش محتاج الشقة. خلاص. متقدمش دلوقتي. وستلنا شوية. سيب غيرك يستفيد بالفرصة ديات. اه ده كان في النهاردة يا جماعة. وحبيب بس اه اوريك مسلا ايه اللي حصل النهاردة والبانير طلع من التمويل العقاري. اه بحيس انه طبعا بتخطي بالمواطنين. انه محدش يمشي وراء اي سمسار. ولا اي حد يضلله يقول له هتستفيد. لا خد مش عارف ايه. ما تسكنش بعد الوقت. لا الغرة. طبعا الاجار والحاجات ده كله ممنوعة. هيتم سحب الشقة منك. وهتعاكم. بالغرامة وبالحبس. ده طبعا مكتوب في العقد قبل ما تسلم الشقة وما اضع الكلام دوت. فقالت يا جماعة. قولنا نرى قراصة الشرق كويس. نرى العقد قبل ما نمديع. قبل ما نقعد في الشقة والحاجات دات. عشان ايه? ما حد الشقة عطا قلة القانون. اه بكده يا جماعة نعمل الاشتراك في القناة. وانتفعل الجرس بحيث تدعمونا. اهم حاجة يا جماعة لايكات وشير. اهم حاجة يا جماعة نعمل لايكات وشير علشان القناة وانتفعل الجرس. ماشي عشان ايه? نقدر نستمر معكم. اه بكده يكون فيديو نهاردة خلص. حبيب بس اوضح لكم ايه اللي حصل النهاردة. والوزر قلة ايه? شكرا يا جماعة لحظة معكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.